اشتركوا في القناة لشان نتكلم بشكل فني اكبر عن البطولة بشكل عام ومنتخب مصر بشكل خاص الكابتن مارا همام والكابتن محمد حشيش والكابتن اسامة حسني نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي واكيد هنتكلم معهم في امور مهمة جدا على منتخب مصر للأسف الشديد يعني يجنش بيتصاب في التدريبات وبيغيب على نادي زمالي ومنتخب مصر باصابة في وطر اكيلس وهيغيب من 6 ل 8 شهور اكيد اصابة يعني بتضرب منطقة حراسة المرمى وبالتالي يعني حظنا وحش بان فترات في مركز حراسة المرمى بيكون عندنا اصابات عديدة وكثيرة في هذا المركز لكن اتمنى الشفاء لجنش وانه ان شاء الله يقوم على الف خير يعني قدر الله ومشاء فعل واكيد زميله والجهاز الفني بيتكلموا معاه واكيد فهموا ان يعني قدر الله ومشاء فعل وكل حاجة دايما بتكون بقدر الله واكيد هتكون خير لي في المستقبل كان في لقاءات اليوم بتتلعب لأبطولة أفريقيا كالعادة زي ما حضركم متعودين بيكون فيه 3 لقاءات يعني فيه لقاء منهم بيتلعب دلوقتي لكن هتكلم مع حضراتكم بشكل عام على اللقاءات هنتكلم ايضا على كوبا أمريكا المباراة اللي لسه منتهية منذ لحظاتنا بين فنزويلا والارجنتين والارجنتين بتفوز 2-0 على فنزويلا علشان تصعد الى السيمي فاينال وتلاقي المنتخب البرازيلي في قبل نهائي قوي جدا 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 مباراة اكيد يعني هكون ممتعة منتخب البرازيل فاز على باراجوي فجر اليوم بضربات الجزاء 4-3 ومنتخب الارجنتين بيفوز على منتخب فنزويلا 2-0 ومسي في طريقه الى المباراة النهائية لكن عقبة البرازيل بتلعب على ارضها وسط جمهورها وبالتالي المباراة هتكون قوية جدا 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 هنشوف مين الفريق اللي هيقدر يصعد الى المباراة النهائية في كوبا أمريكا 2019 بطولة الامم الافريقية النهاردة كان فيه لقاءات كلنا هكيد تابعنا مباراة السنغال والجزائر او مجموعة طبعا دا كانت لقاءات يوم الخميس مدغاشكر وبروندي ومدغاشكر كسب بيت 1-0 السنغال والجزائر ومباراة كانت قوية يعني هنتكلم فيها فن كتير قوي هنتكلم على لعيبة على اعلى مستوى هنتكلم على مدير فني محترم هنتكلم على رأس حربة زي الكتاب ما بيقول بغداد بنجاح هو واحد من أقوى المهاجمين اللي موجودين في أفريقيا وفي المنطقة العربية مهاجم يعني مهاجم مهاجم مشاكس بيحط جسمه بيطلع في كل كرة حتى لو مش بياخدها محطة مهمة جدا جدا لمنتخب الجزائر والعقل المفكر اكيد رب محرز اللي واحد اكيد ايضا من اهم اللعيب وانا شايف ان هو لو كمل بنفس المستوى ده ممكن يحصل على لقب افضل لاعب في البطولة منتخب السنغال طبعا منتخب قوي بيتمتع بليقة بدنية قوي جدا بيتمتع ايضا باسماء على اعلى مستوى لكن التوفيق الجزائري والتوفيق العربي كان حاضر في المباراة سادي وانيفي اول مشاركة ليه مع منتخب السنغال وغيابه عن المباراة الاولى اكيد كان حظه وحش بيخسر امام المنتخب الجزائري وحتى بيفشل فيه التعادل والخروب بنقطة لكن منتخب السنغال قدامه فرصة كبيرة انه هو يصعد مع منتخب الجزائري لضمن صعوده او ضمن فرص صعوده بالصعود الى دوره 16 مع المنتخب المصري ومع المنتخب المغريبي يتبقى المنتخب التونسي علشان يكمل مع المنتخبات العربية الا اربعة ان شاء الله طبعا موريتانيا اكيد من المنتخبات العربية لكن بتكلم على مصر وتونس والجزائر والمغرب كينيا وتنزانيا في مباراة ممتعة انتهت 3-2 بعد 2-1 3-2 وكينيا بتفوز على منتخب تنزانيا في مباراة كانت ممتعة اللي اتفرج عليها هيليه انها ممتعة جدا كان فيها خمس اداف وبالتالي حصيلها جيدة جدا فيه مباراة من منتخبين محدش كان يعتقد ان هم ممكن يقدوا اداء ممتعة كان فيه لقاءات اليوم منتخب تونس للأسف بيتعادل مع منتخب مالي واحد من اقوى المنتخبات اللي موجودة في البطولة منتخب مالي عندهم ايضا راس حربة زي الكتاب ما بيقول موسى ماريجا واحد من افضل لعيب اللي موجودين لعب مادي بورتو وبالتالي بنشوف راس حربة هجام بلغة الكورة راس حربة فعلا عمل ازعاج لخطة دفاع منتخب تونس منتخب مالي احنا قلنا قبل البطولة ان هو هيكون المنتخب الحصان الاسود هو او منتخب اوغندا او منتخب انجولا الصراحة ثلاث منتخبات دول قلنا ان واحد منهم ممكن يكون من المنتخبات اللي هيكون حصان اسود لكن منتخب مالي هو لحد الوقت بيثبت للكل ان هو منتخب جاي علشان ينافس على اللقب مش بس جاي يقدي اداء مشرف بيتعادل مع منتخب تونس هو بيتقدم على منتخب تونس واحد صف ومنتخب تونس بيتعادل بهدف مهم جدا هدف عن طريق ضربة ستة غيرت اتجاهها وخبطت في الحيطة وحرصت هدف تعادل للمنتخب التونسي اكيد غياب علي معلول مش عايز اتكلم عليه كتير لكن حضراتكم اكيد واخدين بالكم ان غياب علي معلول يعني كأحد الحلول مش اقول لكم ان انا علشان خاطر بحب الناد الاهلي او بتكلم عن الناد الاهلي او لعيب الناد الاهلي مش موجود بيبقى انا هتكلم واقول ان المنتخب تونس كله مش قادر يصعد ومش قادر يوصل ومش قادر يهاجم علشان لاعب وحيد مش موجود لا هو احد الحلول الهجومية اللي كانت موجودة في المنتخب التونسي امن بمحمد لاعب محترم جدا ولاعب كبير جدا لكن يبقى علي معلول الخبرة والكفاءة اللي تعلمها واخدها هنا في الدورة المصري في دورة ابطالة افريقيا وتقالق مع الناد الاهلي اكيد ديته خبرة كتيرة جدا كتب ممكن تنفع مع منتخب تونس وبالتالي غياب علي معلول هو احد ركايز والحلول المهمة جدا جدا للمنتخب التونسي لكن للأسف منتخب التونسي بيتعادل واحد واحد علشان يكون عنده مهمة صعبة جدا لسه منتظرين نتيجة المنتخب الانجولي في بطولة الامssa الافريقية ان شاء الله هيلعب بكرة منتخب انجولا هيلاقي المنتخب الموريتاني منتخب انجولا لو كسب الموضوع سيكون معقد جداً منتخب أنجولا يكون عنده أربع نقاط أو أربع نقاط بيتساوى مع المنتخب المالي وبالتالي المواجهة القادمة ما بين مالي وأنجولا هل بقى تخلص بالتعادل وبالتالي منتخب تونس يفوز على منتخب موريتانيا علشان يكون فيه تلت خمسات منتخب ماليا ومنتخب أنجولا ومنتخب تونس نشوف فارق الأهداف هو ده اللي هي أهل أول أو تاني أو تالت نتمنى أن تونس تكون هي المركز الأول أو على الأقل التاني علشان تضمن استمرارها في البطولة علشان ما تلعبش أو عشان ما تقابلش منتخب من المنتخبات القوية اللي هتأهله أول أو تاني في اللقاءات القادمة في دور الستاشر أو حتى في دور التمانية لكن في دور التمانية محدش فينا أكيد بيفكر غير في تمام منتخبات الأقوية علشان نبدأ نشوف كل القدم حقيقية البداية إحنا قلنا أن البداية أكيد كانت بداية ضعيفة لكن بدأت المستويات تزيد وبالتالي المواجهات الأولى هي مش مقياس لكل المنتخبات شوفنا مباراة ممتعة ما بين السنغال وما بين منتخب الجزائر كمان منتخب المغرب بيفوز على منتخب كوتفور 1-0 منتخب المغرب منتخب محترم جدا 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 مدير فاني على أعلى مستوى لعيبة على أعلى مستوى خط الدفاع هتلاقي المهدي بنعطية هتلاقي بارك بصوفة هتلاقي لعيبة حكيم زياشي لعيبة جماعة كلهم أسامي يعني بنتكلم على لعيبة أشرف حكيم